أخيرا يعيش ملايين الأشخاص في جميع أنحاء إنجلترا يومهم الأول دون قيود الإغلاق القانونية التي كانت سارية لأكثر من عام ونصف يوم الحرية الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أنهى القيود شبهه ارتفاع في عدد الإصابات والتحذيرات من نقص المتاجر وبالطبع فإن رئيس الوزراء نفسه في عزله ذاتي القصري نحن رفعنا الإغلاق والقيود بشكل كبير إذا لم نفعل ذلك الآن فعلينا أن نسأل أنفسنا متى سنفعل هذا هو التوقيت الصحيح لكن علينا أن ننفذ ذلك بحذر علينا أن نتذكر أن هذا الفيروس لا يزال موجودا يراهن جونسون على قدرته لإنعاش أكبر اقتصادات أوروبا مرة أخرى لأن الكثير من الناس يتم تطعيمهم إذا أثبتت اللقاحات فعليتها في الحد من الأمراض الشديدة واللوفيات حتى مع وصول العدوى إلى مستويات قياسية فقد يوفر قرار جونسون طريقا للخروج من أسوأ الأزمة صحية عامة منذ عقود إذا لم يكن الأمر كذلك فقد يلوح في الأفق المزيد من عمليات الإغلاق الآن نستمتع بالتسوق ونذهب إلى المتاجر ونشاهد البضائع بأنفسنا وهذا فارق كبير الحرية اليوم وعدم ارتداء الكمامات رغم أنه من المبكر جدا لكن علينا توخي الحذر نعم أنا متشوقة جدا سأخرج الليلة بعد كل هذه الشهور من الإغلاق سجلت بريطانيا سبع أعلى عدد وفيات في العالم لكنها تفوقت على إقرانها في أوروبا حيث حصل 87% من السكان البلغين في بريطانيا على جرعة تطعيم واحدة وأكثر من 68% حصلوا على الجرعتين التي توفران حماية كاملة إنه يوم الحرية رفعت القيود وخرج الجميع الآن ليس لديهم إلا التطعيم ضد جائحة كورونا والمناعة الشخصية التي يجب عليهم أن يحفظوا عليها لواجهة ما تبقى من هذه الجائحة التي لا تزال تستمر في كل بلدان العالم بما فيها بريطانيا عمر المنايري قناة الغد لندن